لسا كاميرين معاكم فكراتنا وأكيد كلنا سمعنا أو قرينا في الفترة الأخيرة عن توطر العلاقات المصرية الأمريكية وده من وقت الهجوم على بعض المنظمات الحقوقية الموجودة في مصر اتهمها بالتمويل الأجنبي اتهمها بالتحريض على التخريب اتهمها بحاجات كتيرة جدا بصراحة أنا معرفش منظمات حقول إنسان مسؤولة عنها ولا لا فيه كمان تم منع خمس أمريكيين من السفر والتحقيق معاهم وكل أحداث دي بالتأكيد أثارت غضب الولايات المتحدة الأمريكية وخلتها تهدد مصر بقطع المعونة العسكرية عنها النهاردة عيكون معنا كاتب الصحفي أستاذ أيمن شرف رئيس تحرير جريدة العربي هنكلمه أكتر في الموضوع سبع الخير سبع الخير أهلا بحضراتك أهلا بك خلينا قبل ما نبتدي نتكلم بالتفصيل عن التهديدات الأخيرة اللي مصر تلقتها نتكلم على أمريكا هل أمريكا فعلا هي دولة ديمقراطية بطرعة ديمقراطية في العالم كله؟ ده هو الحقيقة أن أمريكا دولة استعمارية عصرية بمعنى أن هي مستفيدة من خبرات الدولة الاستعمارية الكبرى السابقة زي بريطانيا وزي فرنسا مع تطوير الأدوات بمعنى أنه بتستخدم القوى النعمة طول الوقت طول ما أن ده بحق الأهداف ولا تلجأ إلى القوى العسكرية إلا في أضيق الحدود أو لما تكون مصالحها في خطر شديد أو عندها خطة بعدة البداء أو على مستوى أو على نطاق جغرافي أوسع ممكن تلجأ لاستخدام القوى الولايات المتحدة الأمريكية ما نقدرش نقول أنها حاجة واحدة يعني أمريكا مش حاجة واحدة أمريكا أو بالتحديد طريقة صناعة القرار في الولايات المتحدة الأمريكية متعدد مبني على مؤسسات مختلفة ومتبينة مراكز دراسات حزبين كبار حزب الجمهوري وحزب الديمقراطي ولاك والشركات الكبرى المؤسرة واللوبيهات اللي بتصنع بتقف تدعم سياسات معاينة في الخارج لكن الدكتور نعوم تشومسكي اللي هو بيعتبر أيقونة اليسار الأمريكي ده علم لغويات وراجل أستاذ فتسافة لغة ومهتم بتحليل السياسة الخارجية الأمريكية على مدار سنوات طويلة على سبيل المثال وهو مش بس الوحد في غيره بيأكدوا أنه فكرة أنه أن الديمقراطية في العقيدة السياسة الخارجية الأمريكية منذ زمن طويل جدا هي عقيدة رسخة بتقول أنه الديمقراطية تستخدم فقط عندما يعني تكون مصالح الولايات المتحدة في خطر ولما يكون استخدامها ضد أعدائها والحياني في شوائط كتير تداء من الحرب العالمية التانية والحرب الباردة وتفكيك التحاد السوفيتي كانت فكرة الديمقراطية والحريات بتستخدم أمريكية لتحقيق مصالح بعينها هي مشروطة لمصالح الولايات المتحدة مشروطة ولكن هناك من يسأل أيضا هل في تبايينات هل في اختلافات ما بين الجهات التي تصنع القارة المتحدة الأمريكية بتأكيد في تبايينات بس هي تبايينات مش ضخمة ومش مؤسرة لتحويل المصار في اتجاه دعم الديمقراطية بغض النظر عن المصالح ولكن ده لا ينفي أنه في مؤسسات وفي منظمات أمريكية وأوروبية وخلافه وتدعم الأفكار الأوروبية وتدعم الأفكار الديمقراطية بشكل عام لأنه البلاد دي بتعيش حالة من الديمقراطية وبتعيش نمط سياسي معين بالتأكيد بيتأثروا بيه وتمنوا أنه ينتشر في الخارج ده اللي ممكن يعمل عندنا لبس في فهم هل أمريكا بتعيش ديمقراطية ولا لطرها يعني نقول ممكن أن أمريكا يكون عندها الرغبة مثلا في تعزيز الديمقراطية في دول غير دول أخرى لا يعني هنقول بقى مين في أمريكا اللي عنده الرغبة دي ممكن يبقى فيه منظمات ومؤسسات تسعى لنشر الديمقراطية في العالم أو نشر فكرة التعدادية السياسية ولكن ده بيوضع دائما بيوضع في إطار وتحت سيطارة الإدارة الأمريكية اللي بتصنع القرار في النهاية نركع للمنظمات المجتمع المدني بتعمل في مصر من سنوات وملفها كان مغلق وما محدش به جنبه أعتقد كان فيه جمعيات كتيرة جدا فتحت سواء خدت تصريح أو ما خدتش تصريح بس كانت موجودة وكانت بتعمل ليه في الفترة دي بالذات ملفها تفتح مرة تانية وابتدى يبقى فيه معارضة كبيرة جدا للمنظمات المجتمع المدني أولا منظمات المجتمع المدني ومراكز دراسات المدعومة من الخارج ومن موالها من الخارج موجودة في مصر من فترة طويلة طول فترة حكم الرئيس مبارك وقبله يمكن حتى بداية مع السيدات وفيه وقاعة مشهورة أو فيه تفاصيل مشهورة فيما تعلق بتعلق فكرة الخصخصة وفيه رقم محدد رصد للصرف على نشر فكرة الخصخصة وستين مليون جنيه صرفوا على مراكز دراسات داخل مصر ده لا ينفي أيضا أن هذه المنظمات لها دور رقابي ودور سياسي مهم نجحت بدرجة كبيرة جدا في ظهار الانتحكات حول الإنسان في مصر وفي غير مصر وده دور يعني مشكور ومحترم وجايد امتى يعني امتى يتم السماح بتمويل وامتى لا يتم السماح وامتى يتم التوقيف طبعا عندنا حالة مشهورة التمويل الأجنبي ليه شروط التمويل الأجنبي ومافق عليه الدولة المصرية وكسير من دول العالم التالت وغيره بتوافق عليه أو موافق عليهم وفيه توافق عام وفيه تقنيل الموضوع فيه القانون ممكن يبقى فيه مشاكل فيه اعترضات عليه وفيه منظمات خارج هذا القانون ومع ذلك سمحت بها الدولة المصرية أو النظام السياسي المصري منذ أيام مباركة يعني المعهد الديمقراطي والمعهد الجمهوري هم معهدين أمريكيين مش مصرح بهم منها يعني مهماش منظمات أو شركات حتى غير هدفة الاربح موجودة في مصر وهم مؤسسة في مصر هم مؤسسة دولية أو مؤسسة أمريكية ومعمولهم فرع هنا تم السماح بهم بمجرد الموافقة وبدأوا يشتغلوا إمتى بدأت تحفظ عليهم لما بدأت هذه المنظمات وهذه المراكز ترصد انتهاكات المجلس العسكري والحكم الانتقالي أو السلطة الحاكمة في هذه الفترة الانتقالية ترصدها وتظهرها للعالم ده جزء في جزء تاني في جزء أظن أنه جزء مخابراتي متعلق بنوعية وأنشطة بعض هذه المراكز اللي هي بتستهدف بتستهدف نوعيات معينة من الأشخاص يعني تستهدف مناطق معينة تشتغل عليها زي الصعيد بشكل عام أو مناطق فقيرة في الصعيد تستهدف أنها تتعاون مع عقباط أكثر من تتعاون مع جرهم فممكن تبقى مؤسرة في حدث فترة طائفية لكن هذه الخيوط وهذه التفاصيل لم يعلن عنها المجلس العسكري أو لم تعلن عنها سلطة المقاطعة علشان خطر تكتمل فكرة الإدانة المعنوية حتى والمسألة محصورة في إطار الضغط على الاتفاق الأمريكية في هذه الجزئية أولئة المتحدة أقول أعضاء الكونجرس وأعضاء مجلس النواب بيضغطوا ضغط معناوي برضو بالتهديد بقطع المعونة لكن الحقيقة أنه الكلام في المعونة ده كلام بيحدده يعني أنا طبعا عايزة تكلم على المعونة بالتفصيل بس خليني أكد على حدرتك أن منظمات المجتمع المدني الاتهامات التي توجهت لها حتى الآن التمويل الأجنبي تنفيذها مخططات أمريكية والتحريط على التخريب دي كلها اتهامات يعني خيانة عزمة دي مش اتهامات عادية هل السلطات المصرية عندها حتى الآن دلائل على الاتهامات دي؟ هم لم يعلنوا هذه الأدلة بس خلينا بس نوضح أنه الكلام مش على جميع المنظمات المجتمع المدني ولا على جميع المنظمات الخيرية لأنه دول عددهم تقريبا بالألاف عدد هذه المنظمات بالألاف والمقصود بها عدد محدود جدا يعني في حدود العشرة والعشرين أو تلاتين منظمة هو الكلام عليهم بالتأكيد هذه المنظمات وده احنا نعرفه كصحفيين أو كمحتكين في أموال بتأتي المنظمات ولا تصرف في أوجه صرفها يعني بتصرف في أشياء أخرى وربما لا يكون هناك سيطرة كاملة عليها أو معرفة كاملة بتفاصيلها واستخدامها في حشد جمهير حشد متظاهرين حتى ممكن استخدامها في عمل بلطجة وخلافه هذا وارد ولكن لابد أن تتضح الصورة وتتضح تفاصيل وتثبت على شيء خطر نتكلم بشكل موضوعي التمويل الأجنبي في حد ذاته ما فيش أزمة فيه ما فيش مشكلة فيه لأنه كل أي عمل سياسي وأي عمل حتى اجتماعي بيحتاج تمويل وإذا كانت الدولة المصرية عاجزة عن توفير تمويل يعني لو كنا احنا رياحنا دمغنا من الأول وكل المنظمات اللي شغالة في مصر بتاخد دعم من الدولة المصرية متاخدش دعم من بره فإيه المشكلة لو في عندنا جهات متبرعة من الداخل كتحالة المشكلة يعني ما خلتناش نبقى مضطرين للتعامل مع دول أجنبية بالتأكيد أي ممول بيفرض أجندته بشكل أو بآخر أو بيحدد البرنامج أو البرامج بتاعة هذه المنظمات أحد المنظمات دي فريدم هاوس طلب الإدارة الأمريكية بقطع المعونة العسكرية عن مصر اللي حين تسليم السلطة لرئيس مدني يقدر يرع الحقوق المدنية في المستقبل هل أمريكا في أي وقت ممكن تقول أنا حقطع المعونة ولا المعونة دي لها شروط معينة لا هو يعني الكلام في المعونة العسكرية أو المعونة العسكرية ومعونة الاقتصادية لمصر محتاج تدقيق إلى حد ما أنا أذكر أنه من فترة بسيطة أحد الخبراء في معهد شكل أوسط بيعتبر معهد مهم وقريب من السلطة قال أنه المعونة العسكرية مش معونة دي تعويض عن احتلال سيناء ووفق الاتفاقية للسلام إسراء الكافة تدفع الفلوس دي لكن الأمريكان يعني تعهدوا أنهم هيدفعوها فدي نوع من التعويض عن الخسائر والأضرار اللي لاحقت بمصر نتيجة الاحتلال سيناء والحقيقة ده كلام يعني عليه على ما استفهام لأنه لو تعويض يبقى مش الأمريكا يتحدد ينقص أو يزيد ولا يتحدد كمان مصارات الإنفاق بمعنى أن يتحدد الفلوس تصرف إمتى وفين وعلى أي برامج ومين يستفيد بها والشركات الشحن الأمريكية أو السفن أو هي التي تتولى عملية الشحن يعني هما يقططعوا من المعونة نفقات على مزاجهم أنه يبقى في نسبة من المديرين أمريكيين أو من عندهم هما يحددوهم ده طبعا يخرج المسألة من إطار الكلام عن أنها تعويض المعونة الأمريكية لها سياق سياسي محدد هو وقاله هنريك سينجر في مذكراته لما كان بيكلم على اتفاية فض الاشتباك الأول في سنة 74 مع جلد مئير جلد مئير كان بتقول له يعني أنا هضمن منين كانوا بكلموا لسه عن فض الاشتباك مش بكلموا عن تفاية سلام بعد الحرب مباشرة بتقول له أنا هضمن منين يبقى فيه سلام مع مصر لو الرئيس أنا والسيدات حضر برصاصة أضمن منين يعني لأن الاتفاية ده يتم فلا لا أنت مشوخ ده بالك احنا مش بنعمل تفاية فض الاشتباك احنا بنعمل تفاية سلام على لونجران على مدى طويل واحنا هنبقى على الأرض هنبقى في مصر على الأرض يعني هنفتح البلد هنكون نخبة ودي بالك من كلام ده كلام مهم جدا هنكون نخبة سياسية مرتبطة بينا هنكون رجال أعمال مرتبطين بينا مصالح مرتبطة بمصالحنا البلد هتفتح قدامنا واحنا نبقى موجود على الأرض وهنساندكو فاحنا هنضمن السلام مع مصر حتى لو جالوا للسيدات جالوا رصاصة بعد كده بعد خمس سنوات أو سبع سنوات في واحد ثمانين جاءت رصاصة للسيدات ومع ذلك استمرت العملية بأوسع مما تخيلت جلد مقير وقتها الاستطراض ده مهم عشان نوضح لك أنه فكرة المعونة هنا أساسها أساسها أنه الرغبة الاقتصادية وأيضا النخبة العسكرية تبقى مرتبطة بشكل أو بآخر بلوطة التحت الأمريكية لأنه المعونة فيها برامج تدريب فيها استضافة فيها تسليح تسليح هما اللي بيحددوا احنا بنطلب صيبة هما اللي بيحددوا احنا ناخد ايه ففي النهاية سيفيهات بتاعت الناس دي كلها كبار القادة في المصص بتاعتنا من زمان من يام السادات وطال الغات النهاردة بيروحوا هناك بتعملهم سيفيهات بيدخلوا في في مجموعات بتعرفوا عليهم بيعرفوا فكاره ازاي تصوراتهم ايه زي ما كانوا بظلطوا بيحصل مع اياما كانت مصر بتعامل مع التحاد السوفيتي يعني اخذ بالك مسألة العلاقة العسكرية بين دولة ودولة او تسليح زي ما كان من التحاد السوفيتي زمان كان برضو النخبة في وقتها متعاطفة الى حد كبير النخبة العسكرية او النخبة السوفيتي متعاطفة من التحاد السوفيتي فكر الاشتراكي كان هو يعني موجود في برد ومسموح به ومتاح فالمعونة العسكرية الهدف منها ان هي استقطاب نخبة والهدف منها ربط البلد مقدراتها بشكل عام بالوقت متحت الامريكي خليه برضو تأكد من حضرتك الاتفاقات الدولية حتى وان كانت اتفايات السلام هي ابدية لا طبعا مش يا صح ان اي دولة يعني تعتارد عليها او تتخلى عنها في يوم الايام لا اي تفاقية اي تفاقية هي مشروطة بالعناصر او بالاسباب التي دعت الى وجودها يعني السلام دائما بيتقال انه له صفات يعني السلام الاسرائيلي باكس امريكانا السلام الامريكاني باكس اسرائيلي باكس ارابي اللي هو السلام العربي اللي هو تصور العربي عن السلام تصور الاسرائيلي عن السلام تصور الامريكي عن السلام فأي اتفاقية مشروطة بالأوضاع التي أفرزتها إذا تغيرت هذه الأوضاع بالتبعية بتتغير طبعتها لكن خلينا نتكلم في حاجة تانية المعونة الأمريكية اللي بتحصل عليها المؤسسات العسكرية في مصر تقدر بأدى إيه تاريخ؟ لا هو فيه أرقام يعني فيه رقم 1-3 من 10 مليار دولار 1-3 من 10 ده يمثل نسبة أدى إيه من الإجمالي المصاريف العسكرية لا أنا ما عنديش رقم المصروفات العسكرية في مصر يعني إحنا أريدنا بأكتر من الجديدة أن هي خمس لا ده رقم الإجمالي طبعا لا ما تدارش تقولي رقم الإجمالي رقم الإجمالي هتشعرفه وما فضل نواسر ومصار بتاعتنا بتحفظ عليه بدرجة كبيرة جدا حتى يعني كان فيه جدل في وسط السلم حوالين إمكانية اطلاع لجنة الأمن القومي أو لجنة مختصة في البرلمان على هذه الميزانية ومراجعتها كان فيها اطراض على ده هل دني أسألها لحضرتك دي شكل تاني إحنا نقدر نستغنى أه طبعا أه طبعا لا نقدر نستغنى لأن المعاونة في حد ذاتها الرقم في حد ذاته مش معضل لأنه أقول لك على سبيل المثال السيد المشير أو المجلس على القوة المسلحة تبرعوا أو قدموا للحكومة المصرية مليار دولار عشان الأزمة اللي اقتضيها الأزمة الموازنة يعني فإحنا عندنا يعني ما فيش حد عائل في الدنيا بيعتمد على مصدر خارجي لتمويل جيشه لا بالعكس لا يجب أن يجب أن يجب أن يكون موارد متنوعة يقدر يصرف بها حتى كمان احنا مش بنعتمد على السلاح الامريكي بس نعتمد على السلاح الفرنسي بتاع السلاح الالماني هلازم فيه فكر تنوع السلاح دي اللي كانت طرحها السادات من الزمان موجودة لكن الاجمالي يعني اجمالي المعاونة الامريكية الحقيقة اللي بيوصلنا منه او بنسفيد به قليل يعني خاصا على حجمه مش يعني يمكننا الاستخدام عنها لكن مصر في الوقت الحالي عشان موضوعين مصر في الوقت الحالي في ظروفها في السنة بتاع الصورة دي بغد نظر عن يعني الصورة مش مسؤولة عندها لكن اللي تم بعد الصورة هو المسؤول عنه ما تدرش تاخد قرار بالصناع عن المعاونة لانها عندها مشاكل كتير جدا في توفير موارد احنا محتاجين فترة انتقالية في يعني في انعاش الاقتصاد ما ندرش ان احنا يعني يبقى القرار ده قرار صحيح يعني الوضع الاقتصادي في مصر حاليا صعب جدا انه يستغنى عن المعاونات اللي بتقدم من الخارج اذا كانت الدولة المصرية ما بتقدرش توفر خدمات اجتماعية وصحية للمواطنين ويلجأ المواطنين في في قرى وريف مصر لمستوصفات اخوان المسلمين وطيار سلفي وجمعيات اصولية وخلافه وينتج عندها ان هم يبقى عندهم اشياع ومؤيدين بالملايين لان الدولة غير قادرة على تلبيت او تقديم الخدمات طبعا دي قصة طويلة يعني ايه تفاصيلها او ايه اسبابها مسألة تانية محتاجة حلقتين مسألة تانية اه الهجوم دلوقتي على منظمات المجتمع المدني بتعمل في مصر ده يعتبر تحدي الامريكا لا اوه كلام يعني كلام في الايه في ال زي ما بيقول كده في الرفايع يعني كلام في الخفيف مش هيوصف لا 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 كلام في الخفيف لانه هقولك على حاجة موزيرة الخارجية الامريكية في نفس التوقيت اللي بتقال فيه انه مجلس النواب والكونجرس بيهددوا او بيطلبوا بان المعاونة تبقى مشروطة او بيطلبوا بتنفيذ القرار اللي هم اتخذوا بان المعاونة تبقى مشروطة بنقل السلطة إلى سلطة مدنية أو رئيس منتخب في الوقت اللي ما بيكلموا فيه وزيط خارج المجلس العسكري أداءه جيد جدا وممتاز أعزف فكرك بحاجة مهمة جدا برضو أرجع لنا عمد شومسكي أنه بيقول فيها أن أمريكا عمرها ما كانت بترعى الديمقراطية بيقول كمان إيه بيقول أنه أمريكا دعمت جميع الدكتاتوريات في العالم من أجل مصالحها ولها سيناريو محدد في لحظة التحول لما ما تدرش تساند الدكتاتور إلى الآخر زي ما عملت مع حسن بارك بتقلب صفحة تطلع رئيس يطلع وزير خارجية يطلع مسؤول ويقول أنه إحنا مع الديمقراطية وأنه مع الحريات وإحنا مع الشعوب وضد الدكتاتوريات ومش عارف إيه ويبدأوا بشكل مباشر ومتوازي أنهم ما يصنعوا البديل البديل اللي حقق نفس المصالح لأنه الولايات المتحدة الأمريكية لو يعني سمحت أو تغير الوضع في الشكل أوسط وفي مصر بالتحديد طبعا في البداية في صالح أو في اتجاه أن الشعب يحكم نفسه وأن رؤية الشعب رؤية الشعبية اللي تبقى حكمة لسياسة الخارجية بالتأكيد دلوقتي المتحدة الأمريكية تبقى خارج المنطقة وتطرد من المنطقة من فترة طويلة إصطلاعات الرأي بتقول إصطلاعات الرأي اللي هم الأمريكان بيشتغلوا عليها بشكل علمي ودقيق في مصر وفي غيرها بتقول أن المصريين شايفين غالبية المصريين شايفين أن أمريكا هي الخطر الأكبر أو هي العدو الأكبر لنا مش إيران وأن إسرائيل نفس الحكاية يعني هي سبب مشاكلنا وبالتالي لو الرؤية دي رؤية الشعب المصري أو رؤية غالبية الشعب المصري للعلاقة مع أمريكا أو العلاقة مع إسرائيل أو العلاقة مع المنطقة بشكل عام امريكا تبقى برا الليلة وتخرج من النفوذها يتقلص. وبالتالي مش معها. السرياني يا استاذ ايمن عشان حاولي للخص كلام حضرتك. تمويل الاجنبي اللي اي منظمة حقوقية في مصر بتحصل عليه. لازم انه يكون تحت ركابة الدولة. بالتالي احنا دلوقتي ما بنتكلم على هجوم السلطة المصرية على عدد من المنظمات المجتمع المدني. احنا بنتكلم على عدد اللي بيعمل بلا تصريح. الكلام. وبيحصل على تمويل. الكلام في عموه. الكلام في عموه اه محتاج تفصيل. يعني متدارش تقولي اه لازم ركابة الدولة. طب ركابة الدولة سليمة او مش سليمة? لازم تكون سليمة. لازم تكون وفق القانون. لازم تكون uh يعني اليابانيين مسلا اه جوم في وات من الوقت لما جوم يدعموا منظمات يبعتولهم يقول لهم هنأدونكم الحاجات عينية. مش هنأدونكم فلوس. بدل من أن نأدونكم فلوس هنأدونكم عربيات. كنتو عايزين ان هتشتروا عربيات? نجيدن بديكم العربيات. عشان خاطر انه فيه سرقات بمعنى العام يعني فيه فيه ناس كتير يغتنوا من المنظمات وده احنا بنشوفه مش قليل ده كتير لكن لازم يبقى وفق قانون عادل وقانون رقابي عادل ويسمح لهذه المنظمات بالعامل لان هذه المنظمات ضرورية يعني من داشت انها غير ضرورية ضرورية جدا لكن في اطار قانوني فيه شفافية وفيه وضوح وفيه تحقيق مصارح المجتمع الكاتب السعفي استاذ ايمان شرف رئيس تحرير جريدة العربية بشكر حلاك على وجودك معنا النهاردة شكرا الله جاهدين استانوا معنا بعد الفاصل اللي عندنا فاكرة خاصة جدا مع المدون والناشط السياسي مايكل نبيل